بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي بناتي جماعة ثانية ثانية وعلم تجربية وتقنية رياضي ورياضي وحتى شعبة تتسير اليوم إن شاء الله راح نتحدثوا على ماذا عن الاشتقاقية والتقريب التألفي ومعادلة النمس لأن ركم دخلتوا لهم الكثير منهم ما هوش فهمهم إن شاء الله من خلال هذا التطبيق راح تفهموه عشرة على عشرة فلولادي بناتي ها هو هناك كتاب بتاع الأستاذ نور الدين راح فيه كلش مثلا هذا التمرين راح موجود هنا في هذا الكتاب فيه كل المحاور راح موجود عبر القطر الجزائري في المكتبات إذن لحظوا معي أمليح قال نا نعتبر الدالة F المعرفة بالعبارة F لإكس نجد الأربعة ناقص نيب إكس قال C F تمثلها البياني في معلمة تعامل وموتى جينس أو إي جي قال واحد عين مجموعة تعريف الدالة F ثانيا قال بين أن الدالة F هي مركب دالتين بسيطتين يوذي يطلب تعينهما هنا هذا السؤال تابع لتركيب الدوال زدوا باش زدوا تذكروا ثالثا قال أحسب لميت F لأش ناقص F لصفر على أش لما أش يقول إلى الصفر وبعد ذلك قال أحسب لميت F لأش ناقص ستة ناقص ربع على أش لما أش يروح الصفر يقول إلى صفر ثم استنتج أن الدالة F تقبل الاشتقاق عند العددين صفر ونقص ستة وعين قيمة كله من F فتحة لصفر وF فتحة لنقص ستة ثم رابعا قال أكتب معدلة للمماس T لCF هذا المماس معناه هو مماس لCF قال عند النقطة ذات الفاصلة صفر ثم قال خمسا دون الآلة الحاسبة أعطي قيمة مقربة للعددين هنا للعددين شكون هما العددين F لصفر فاصل صفر صفر واحد وF لناقص خمسة فاصل تسعمائة وتسعة وتسعة اللي هنا راح نستعمل تقريب التألوفي ثم سادسا قال أحسب F فتحة لـ X من أجل كل X حيث X يكون أقل تماما من إثنان واستنتج اتجاه تغير الدلة F يعني هنا هذا التطبيق راح يتفهم به إن شاء الله هذا المحور إذن أولا نأتي إلى تعيين DF اللي هي مزموعة تعريف الدلة F لحظوا ولادي بما أن الأمر متعلق بجذور معناه لازم ما بداخل جذر يكون أكبر أو يسوي نصر نقول يكون ولا تكون تكون F معرفة إذا و فقط إذا كان إذا كان ماذا؟ إذا كان 4 ناقص 2X أكبر أو يسوي 0 دائما يجب ما يكون تحت الجذر موجب ليس موجب تماما ملو مقام؟ إذا كان عندي مقام المقام لا يسوي 0 صح ندي هذا من نأة صبح لي ناقص 2X أكبر أو يسوينا ناقص 4 لكثير مننا أولا ديش ترح يقولك يقولك نروح نقص مع ناقص 2 لا 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 يجوز لازم مننا نتخلص من ناقص نضرب هذا المتراجحة فهو في الناقص فنتحصل على 2X أقل أو يسوينا 4 هكذا نضرب في الناقص والدور المتبينة بعدها عندي الحق نقص مننا على 2 ومننا على 2 تصبح لي X أقل أو يسوينا 2 ها هنا يا ها هنا مجموعة التعريف يعني تصبح لنا دي أف نكتبها هنا الفوق خلاص نحتاجوا إذن دي أف تسوينا من ناقص مالا نهاية إلى غاية الاثنان له أنك يكتب لنا X أقل أو يسوينا 2 معناه ها هنا ثنين X يكون أقل X يكون أقل معناه هذا هو الجواب التالي بعدما أنهينا الآن من مجموعة التعريف رايح ننجو الآن إلى بيّن أن الدلة F هي مركب لدلتين بسيطة هنا رايح بيّن ثانياً إذن هذه واحد ثنين البرهان أن F هي ماذا هي مركب دلتين V دائرة U أو نقرأها U تركيب V صحة نقول نقول هكذا نقول لدينا واش لدينا أنه F لـ X رأيتو سيون أولادي واش ربعة ناقص أثنين X هكذا رأي مكتوبة صحة واش رأنا نشوفه هنا ما معنى التركيب معناه واحد طفلة هي بطن أمها هاي تبانينا البنت وها هي وين الأم شوفوا معايا مليح برك تشوفوا ها هي الأم وها هي وين البنت هادي تجي في هادي نقول واش عندنا رأنا اللحظوا باللي الـ Y التاعي شكون هي هي هادي اللي هي ربعة ناقص أثنين X والـ V التاعي شكون هي هي جذر X بحيث شوفوا لدي لما تجي البنت في البطن التعال أم جيبوا هذي وحطوا هنا لداخل شا تقرأ تقرأ جذر ربعة ناقص أثنين X اللي هي نفسها F ها لاحظوها مليح حيث إذن ها هي وين E قيمتها وها هي وين الف هكذا باش تفهموا بحيث ها F لX تساوي V ضائرة E لX شوفوا معي وتساوي V لE لX الـ X وين راهي ها هي وين X القيمتها هذي يعني أنه E لX راي تساوي ربعة ناقص أثنين X وهنا راي يعني باللي V لX راي تساوي جذر X أروح جولادي ذرك هذه نحطوها هنا شا تصبح تصبح ذي ل ربعة ناقص أثنين X صحة ذرك ذي شكون هي ها هي وين ذي نجيب ذرك هذا حطوه هنا صبح لي F لX واش تساوي تساوي ناقص أثنين X هذه الفكرة تاعة تركيب هذه بنت وهذه أم مش تفهم منها خلاص إذن تفهمنا بلي راي مركب لدالتين خلاص بعدما أنهينا من هذا السؤال تاعة تركيب وهذا سؤال معناه مهوش وعر نجيب الآن إلى الشيء اللي رانا نحاوس عليه اللي هو أحسب النسبة هذه اللي هي limit شكون limit F ل X ناقص F لصفر على X لما X يروح لصفر هنا أهو بين هذا القانون تعوش رانا قاصدين العدد المشتق شوفوا لذين كتبوا القانون تعوش لأن الكثير راهما موش حافظوا اللي هو limit F ل X 0 زائد X ناقص F ل X 0 علاما على X لما X يروح لصفر إذا كان تدالت قبل الاشتقاق فإن تسوي F فتحة ل X 0 هذا هو قانون تاع قابلة اشتقاق تابعوا معي الله يفتع لكم هذا ركزوا معي ذلك هو قلي حسب ذا صباح أن واش تسوي ل limit F ل X عوضوا هنا بال X صباح أن جذر 4 ناقص 2 X ناقص F 0 ها 0 يروح جذر 14 2 على X لما الاش يقول إلى 0 لو نعوض الكل نعوض هنا 2 0 0 جذر 4 هو 2 2 2 0 0 0 حالة عدم التعيين واش نروح ندير بما أن الأمر متعلق بالجذور سنو ما يملح نفكر في شيء اسمه الملافق ما هو ملافق هذا العدد هو الملافق التعو هذا اللي لكم تشوف فيه الملافق التعو الذي هو جذر 4 ناقص 2 آش زائد 2 ما تغيروش هنا لداخل هنا بر هنا الملافق هذا A ناقص B في A زائد B لكن الرياضية لازم نضرب ونقسم جذرة 4 ناقص 2 آش زائد 2 يعني لو نعود نختازل نرجع الكلام الكلام منتاعي إذن هذا الملافق شوفوا لك هنا ناقص تولي هنا زائد هذا رهن متطابق الشهر رقم شعال رقم ثلاثة A مربع ناقص B مربع وهو A ناقص B في A زائد B نصبح ناقص مربع الأول هذا تربعه الجذر يروح نصبح لي 4 ناقص 2 ناقص مربع الثاني مربع الثاني هو يعطينا ربعة على 2 في جذر 4 ناقص 2 A زائد 2 لما الاش ما زال يروح للصفر شوفوا لا ديش تصرق ركزوا برك ها وها عفوا هنا الاش سمحوا لي هنا اش بما أنا رأى هنا في هذا عنده الحق كذلك يختزل ما هو جمعة يكون جمعة من صحفي يختزل الآن عاوضوا عاوضوا هنا بالصفر شا تصبح لنا ناقص 2 على 2 في صفر تروح تبقى لي جذر ربعة 2 زائد 2 2 2 شعال 4 نختزل من 2 ومن 2 شعال ترجع 1 على 2 ها من القيمنة نلقينا ها نلقينا سمى النتيجة التاعية هذه أعطتنا ناقص 1 على 2 وشاستعملت استعملت المرافقة لأن الأمر متعلق بالجذور خلاص ها نصبنا اللولة اللولة القيناها ها هي منها قدامكم نجو الآن إلى الثانية اللي أحسب الثانية اللي هي limit F لأش لأش ناقص 6 أش لأش ناقص 6 ناقص F لناقص 6 أو أعطاها لي ناقص 4 علاما على أش لما أش يروح الصفر شفونا دايما أش يروح الصفر دايما ثابت صح تولي تساوي الناواش تساوي النا limit نجو اللي هنا تصبح لجذرة 4 ناقص 2 شوفوا هادي هنا كانت عندي الساعة عندي X دايما شو ستصبح أش ناقص 6 يعني هذي نجيبها نحطها هنا أش ناقص 6 هكذا ناقص 4 على أش لما أش يروح الصفر أو يقول إلى صفر أروح تشو نعوض بالصفر ومشو اشتراح يسرم صفر تولي ناش عال ناقص 2 فيه ناقص 6 ناقص 12 ناقص 12 وال 16 جذر 16 4 ناقص 4 صفر ونعوض اتح الصفر حالة عدم بتاعي شان دير هيا يقول لي الولادي اللي فهمت المثال لول هيا جذر 4 ناقص 2 فيه H ناقص 6 ناقص 4 في المنافق التاع اللي هو جذر 4 ناقص H ناقص H ناقص 6 ماذا زائد 4 على H في جذر H ناقص 2 في H ناقص 6 هكذا زائد 4 لما H يروح الصفر مثلا ما خدمنا في جزء الأول تولي المتطابقة الشهير رقم شعان 3 مربع الأول ناقص مربع الثاني الربع تولي 16 هكذا ترجع لكم بنا نربع الوقت مربع الأول أول جذر يروح ناقص مربع الأول يروح الجذر ناقص مربع الثاني يعقين 16 بعدها ننشر ننشر ناقص 12 وهذا زائد 12 بعدها عندي هذا وذا 16 ناقص 16 تروح هاي لكم راحت حسب معايا برك ها وبعد هذا يروح معا هذا الآن نعوض هنا يروح بصفر شوش ترجع عننا تساوي لنا ناقص 2 20 على هذه راح التلسفر تولينا ناقص 2 في ناقص خلاص هذا راح تولينا ناقص 12 ناقص 12 في ناقص 12 12 والربعة 16 جذر 16 4 زائد 4 هنا نصور 4 وهنا 4 تولينا ناقص 2 على 8 وتساوينا ناقص 1 على 4 إذن هذه أعطيت لي ناقص 1 على 4 ها نكمل بنفس الفكرة التي خدمنا بها الثاني بعد أنهينا الآن ما يقول لي وش كنا ندير ودركها أنه كنا ندرس في الاشتقاقية شوف ولد من كي الكثير من الطلبة خاصة نجمع الترمية يقول لك كنا نحسب هنا عن صفر لا هذا الاش كقانون دايما نروح الصفر هنا كنا نحسب لدي عند X صفر كنا نحسب عند X صفر X صفر كما راه هنا راه باين هنا نجيب القانون ونشوف شوف X يقاب X شوف تعلم X ها هنا X سم X صفر شعر هنا راه صفر سم هنا كنا ندرس عند من صفر يعني هذه F فتحة لصفر كنا هنا كنا نحسب عن صفر 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 دايما شوف الدوز هاي تشوف يا الشاطرين هاي تبعو شو معايا قولوا لذلك عن من كنا نحسب نستعرض بيكم هاي X قابل X X 0 شعر ناقص 6 سم هنا كنا نحسب عند ناقص 6 وهذا القيمة هاي القيمة هي F ل ناقص 6 خلونا ناقص هذا على القانون ها اروح نجرب ناقص 6 في ناقص 2 12 12 14 16 16 14 هاي لها كان مكتوب هنا ربعة سم هذه القيمة هي F ل 6 سم هذه هاي هي F فتحة ل 6 لاحظت الفكرة كيف بالقانون هذا اذا ثم استنتج ان الدلة F قابلة تقبل الاشتقاق بما ان القيمة هذه تنتمي تسمعو هنا بما ان احنا القينا هنا شعال هذا القيمة القينا تنتمي الى R وهذا القيمة ناقص 1 على 4 كذلك تنتمي الى R لن تنتمي لقينها شمال نهاية لقينها عدد ثابت نقول بما ان limit F ل X نكتب هكذا بما ان limit هذه اعطتنا ناقص 1 على 2 وتنتمي الى R فان الدلة F تقبل الاشتقاق عند الصفر و بما ان النهاية هذه اعطتنا ناقص 1 على 4 و ناقص 1 على 4 تنتمي الى R فان الدلة F تقبل الاشتقاق هذا واش تنكتب هنا بما ان النهاية اعطت لي ناقص 1 على 4 و ناقص 1 على 4 قيمة تنتمي الى R فان الدلة تقبل الاشتقاق صح ثم قال لي عين قيمة كل من F فتح لصفر و F لنقص F فتح لصفر و F فتح لنقص خلاص نصبنا F فتح لصفر القيناها ناقص 1 على 2 و F فتح لنقص 6 القيناها شعال ناقص 1 على 4 قال لي بعدها اكتب معادلة الممس T لصف عند النقطة ذات الفاصلة سفر معادلة الممس أولادي كما في الباك ما تكشع ما تصيبوها شو جميع الشعب لهذا لازم لكم تحفظوها معادلة معادلة الممس T عند النقطة ذات الفاصلة سفر عند النقطة ذات الفاصلة معادلة الممس لازم تحفظها أولا هي Y يساوي Y يساوي لو ما تتنسى كلمة Y يساوي ما معادلة عبارة F فتح لX 0 في X ناقص X 0 زايد F لX 0 هذا هو القانون تعمل معادلة الممس كيلي هنا ما يكتبوه الأستاذ التاح ما يكتب لهم X كتب لهم A A A كيلي صحة عمراح نحسبوها عن صفر نصبح لي Y يساوي F فتح لصفر يعني هنا نعوضه بصفر في X ناقص 0 زايد F لصفر لأنه هو يحسب عند النقطة ذات الفاصيلة تولي لي Y يساوي F فتح لصفر ها هي وين هاي قدامكم F فتح لصفر شعال ناقص 1 على 2 في X ناقص 0 هي X زايد F لصفر نعوض هنا بصفر وهنا بصفر هذي تروح تولي جذر ربع اللي هي شعال 2 سمع معادلة الممس تعي صباح لي Y يساوي ذا في ذا ناقص 1 على 2 X زايد 2 هذه هي معادلة ممس فتح لناقص 6 في X شوفوا الشاطرين بالك تنساو احنا عندنا ناقص والناقص 6 شعال تولي زايد 6 زايد F ل ناقص 6 كيف ما قدرنا السعر نعوض هنا بناقص 6 هنا بناقص 6 هنا بناقص 6 الناقص تعذ وانت عن ناقص تصبح زايد ي يساوي هذه ناقص 1 على 4 في X زايد 6 زايد معاوض هنا ناقص 6 في ناقص 2 12 12 4 16 تحت الجيد 4 وانت ننشر لحبيت ي ي ناقص 1 على 4 X وانت ناقص 1 على 4 في 6 زايد 4 ي ي ناقص 1 على 4 X ونختز لومنه ومننه تدلي 3 على 2 هكذا بتتعلم معي ونبعد يكينا نوحد المقام هنا 2 ترجع هنا 8 8 ناقص 3 تعطينا زايد 5 على 2 هذه معادلة الممس تسمينا T فتحة إذا عزدنا سؤال أكتم معادلة الممس T فتحة عند النقطة ذات الفاصلة ناقص 6 هكذا بتتعلم الفكرة هذا بعدها إذن نكتبو ذلك النتائج اللي تحصلنا عليهم عندنا قلنا F فتحة لصفر ناقص 1 على 2 و F فتحة لناقص 6 تساوي ناقص 1 على 4 ذك نذهب لأشياء أخرى اللي هي دون ألا حسيبة هنا رح نستعانو التقريب تآلوفي نحساب قيمة مقربة لكل من نبدأ بالول اللي هو F 0 0 1 شوفوا لدي وحو الكرس عندكم الكتاب وش يبدو القانون وش تيقول شوف شوف القانون صح كلمة القانون هي أهم حاجة حفظهم من قانون يقول F ل X 0 زائد H تساوي بالتقريب هذه هي بالتقريب تساوي F ل X 0 زائد F فتحة ل X 0 ضرب H هذا قانون التقريب كلمة تقريب تألوفي يعني تقريب تألوفي يعني أنا مارك أحديك للتقريب تعدل تألوفي صح هذا القانون ولا نحن نخدمو به اشتاهي نحبكم تركزوا معي مليحة مليحة تبعوا ما يلايف تعليكم إذن لاحظوا معي صباحنا هذه كيف نكتبوها هذه نكتبوها شوف شوف تساوي صباحنا F قلنا 0.001 تساوي نطبقوا عليه هذا القانون اللي هي نفسها F لما لصفر زايد صفر فاصل صفر واحد وتساوي بالتقريب ركزوا ركزوا وبعد تعلموها وتساوي بالتقريب هنا X صفر بالمطابقة شعر صفر X صفر شعر صفر هاي لكم شوف صفر صفر تساوي F فتحة لصفر عفوا F لصفر زايد F فتحة لصفر لي صفر في H ها هو هنا H شوفوا جمعة الخير بتتعلموا هذا هو X صفر وهذا هو H السما H تاعي هو صفر فاصل صفر واحد كان يقول لا أستاذ أنا ما فهمتش أرواح نزيد المثال الدوزيام بتفهموا بالمثال الدوزيام تتعلموا هذا أرواح نكتبوه هنا F لي ناقص 5.9 9 هكذا هذا كيف نقدرون كتبوه شوفوا نوريكم الفكرة وراهي الفكرة أنك لازم تربط هذا الشيء تربط بالعدد المشتق اللي يكون تحسب عنده هن يدرك هذا صفر عليها الدعوة راهي صفر شوف كيما هنا يا راهي شوفوا معي هنا راهي ناقص 5 ناقص 5 لمن قريبة قريبة لن 6 شتوه لازم تكون حاسب خدمة تعك مقبل اللي قريبة لي على اسم التقريب قريب لي صاح صباح اللي تساوي F لناقص 6 زائد 0.01 وعودوا حسبو ذي راح نصيب هذه حسبو ذي هنا علا ندي ذي لأن هي اللي راني حسب بها مقبل بتتعلم الفكرة هذه راني حسب بها معاذي تساوي بالتقريب F لناقص 6 زائد F فتح لناقص 6 في S اللي هو 0.01 هذا عدد صغير يقترب للصفر القريب للصفر علي قولنا القانون تعص أش يقول إلى صفر أش القرب بالصفر شوفوا معايا ذرك لو كان يجي واحد أخر يقول يا أستاذ ولو كان يقول لي يحسب F 4 ف 9 9 3 مثلا ولا 9 9 9 نحن لازم كون حاسبين كون حاسبين التعب أفتحة لخمسة فهمتوني ولا ما فهمتوني مثلا كون يعطيني 1.99 9 يجب مشتين كون حاسب ونكون حاسب F ل2 على باها نطبق عليها القانون هذا باش تفهمون لي هنا هذا القيمة نوسيكم راي قريبة للصفر وهذا القيمة راي قريبة ناقل 6 سما هذو ما يساعدون في الخدمة مش نجيب أعدد تصبح لنا تساوي هذه F لصفر معوض هنا بصفر شعر يقول تساوي F لصفر تساوي 2 زايد F فتحة لصفر ناقص 1 على 2 في صفر فاصل صفر 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 فاصل صفر 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 لما نحسب ذا القيمة بالتقريب شعر رايح نصيب رايح نصيب 1 9 9 9 5 نعم هذه هي القيمة المقربة اللي رايح نلقاه هالا هذه التعمل تعمل 0.001 ركن جي جربوا تشوف معا هذه جربوا تشوف على بالي باللي خلاص فهمت الفكرة كيف صباح صباح أن تساوي بالتقريب اللي هي قلنا F لناقص 5.9999 بالتقريب ايا تشوف لدي نحسب وضرك ذي F لناقص 6 قلنا ناقص 6 في ناقص 2 تعطينا 12 تعطينا 12 16 4 زين F فتح لناقص 6 هي ناقص 1 على 4 في 0.001 بالتقريب 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 3.9999 75 70 نعم سوف نسيب هكذا بالتقريب علي اسميناها التقريب تألوفي إذا هذا التقريب الجماعة اللي مفهموش يركز باللي ما تقدرش تحسب وخلاص ما تقدرش تقول هذي كان حسبها ونجد الآلة حاسبة لا لا لازم على الأقل هنا تكون دارس الاشتفاقية عن من حاسبها عند ناقص 6 كما هنا عند صفر ومن بعد تطبق القانون اللي رحم كتوب أبو الأحمر هنا تكتب ناقص 6 هنا ناقص 6 هنا 0 0 0 0 0 عدد يقترب بالصفر بالنقص ولا بالزيد المهم يقترب بالصفر يقدر يجينا ناقص 0 0 0 1 1 المهم عدد حقيقي صحة بعد أنهينا كل من هذا جسو الآخر قال لي قال لي أحسب F فتح خلاص هنا حساب F فتح ل X هنا من أجل X أقل تماما مثلي قلت أجمع كيف نشتق الدلة نقول الدلة F قابلة للإشتقاق على المجال من ناقص مالا نهاية إلى 2 مفتوح ودلتها المشتقة تصبح F فتح ل X 7 أروح جولا دي كان نحسب مشتق تعدى والجذر قانونيا هو مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الجذر هذا يشتق صفر وذلك يشتق ناقص 2 مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الجذر صح كان يعطونا جذر F ل X ويقول اشتق نقول F فتح ل X على 2 في جذر F ل X سما كيف اشتق وذلك الدخلان يشعال هذا يروح الصفر وهذا ناقص 2 مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الجذر الآن لو نشوف نقدر نختازل من ونختازل كيف يختازل يبقى صفر لا لكن يختازل يبقى نواحد هكذا الآن الجذر كيف دير موجب والناقص واحد سالب باسم ماذا القيمة كيف راي دير راي سالبة تماما نقول ومن هو الدال F متناقسة تماما على المجل التعريف التح اللي هو من ناقص مال نهاية إلى اثنان مغلق شوفوا هنا هنا مفتوح بالاشتراق بس صحة هنا لازم يكون مغلق لأن مجموعة التعريف هنا الفوق لقينها من ناقص من إلى اثنين مغلق هذه هي هنا يدرسنا هذا موجب وذا سالب سالب يعني الموجب يعطينا قيمة سالبة بما أن المشتقة سالبة يعني أن الدلة متناقصة تماما إن شاء الله رأكم فهمتوا وأي حاجة هنا إلي فهمتوها من بعد كنا كامل الأمور تصبح عليكم سهل أولادي في الآخر أولادي بناتي شكرا لتبعتوا الفيديو وفهمتوه بتجيبوا لي نقطة شابة في الفرض والاختبار إن شاء الله وتعاودوا هذا الأمور تلقوهم في التيرمينال أيام ما تنسونيش بالدعاء لنا بالصحة العافية طرحوا مع رحمة طهيرة محبكم متعلك سلام